حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 26 مقابل 25 في نصف نهاء بطولة أفريقيا يتأهل لمواجهة التراجي التونسي في نهاء البطولة وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على كينشاسا الكنغولي بنتيجة 33 مقابل 17 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس بينما الأهلي تأهل دور نصف النهائي بعد فوزه على ريد ستار الإفواري في ربع النهائي بنتيجة 43 مقابل 26